الآن بلقاسم قزيت عضو مجلس الأعلى للدولة في ليبيا من مصراته أهلا بك سيد بلقاسم أتحدث وإياك ونناقش وإياك إحاطة باتيلي في مجلس الأمن أثنى قليلا على ما تم ولكنه تحدث مطولا عن أوجه القصور معتقدا أنها قد تشكل أزمة جديدة في البلاد منها ملفات عن شروط الترشح ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية تشكيل الحكومة المؤقتة قبل الانتخابات هل ترى أن الأطراف الليبية المعنية هناك آفاق لإيجاد حلول لكل أوجه القصور التي ذكرت هو الحقيقة يعني السيد باتيلي من البداية هو لا يرغب في اتفاق المجلسين كانت هناك حوار في يناير في القاهرة ورفض حتى الحضور المبدئي ثم رفض أيضا الحضور في المغرب السيد باتيلي من البداية يريد أن يشكل لجنة على مزاجه ومزاج الدول الطامعة في ليبيا تحفظ يعني ما صالحها وبالتالي أنا استمعت إلى عبارة أن المشاكل الخلافية ضلت خلافية هذا غير صحيح المشاكل الكبرى التي كانت في القوانين الانتخابية تم تجاوزها ما تقوله المفوضية أن هناك نقاط فنية هذا صحيح يعني لكن العقبات الكبرى تم تجاوزها لكن السيد باتيلي لا يريد أن يعترف بذلك ويريد أن تبقى خيوط اللعبة كلها في يده وهذا الحقيقة موقف غريب من السيد باتيلي كان ينبغي أن يدعم هذه الخطوة ربما هي خطوة ليست مكتملة لكنها خطوة كبيرة باتجاه الحل ولكن يعني السيد باتيلي ليس وحده أعضاء في المجلسين سواء في النواب أو الدولة رفضوا ما تم التوصل إليه بشكل صريح رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية سيدة دبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة أيضا يعني هل سيفرض ربما هذا الاتفاق على الجميع؟ هو أول أن السيدة دبيبة جاء بتوافق وبالتالي يعني القول بأنه لن يسلم إلا إلى حكومة منتخبة هذا قول يعني لا معنى له لأن الرجل جاء بتوافق محدود وانتهت مدته كون أن هناك معارضين نعم هناك معارضين وهذه طبيعة البرلمانات يعني البرلمان الامريكي الكونغرس الامريكي 14 مرة يوصلون رئيس مجلس النواب الامريكي نعم هناك معارضين في مجلس النواب وهناك معارضين في مجلس الدولة ومعارضي مجلس النواب شغلهم الشاغل المقاعد في البرلمان القادم معارضي مجلس الدولة يرفضون التعديل الدستوري لكن هذه المعارضات هي تشكل أقلية ولا تشكل أغلبية وبالتالي هي تؤتت المجهد البرلماني ولا تنسفها هذا طبيعي لكن المجتمع الدولي اللي متلبت يلي في سنة 21 تم صياغة قوانين انتخابية من رئيس مجلس النواب منفريدا دون مشاركة مجلس النواب ومع الرفض الصريح والاعتراض بالصوت العالي من مجلس الدولة لكن المجتمع الدولي المجتمع الدولي المنافق صفق لتلك القوانين وصفقت معه البعتة الدولية أعتقد في ذلك الوقت كان شخص آخر اسمه كوبيتش وبالتالي هم آخر من يحق لهم الكلام على أن القوانين تنقصها بعض الأصوات هنا أو هناك لأنهم مرروا قوانين لم يصوت عليها أحد هذا السيد باتيلي المنظومة الدولية هي منظومة هيمنة الحقيقة وليست منظومة حقوق وهي ويمتل مصالح الدول الكبرى وفي تقديري الشخصي آخر شخص تكلم على مصالح ليبيا من المبعوثين الدوليين هو السيد طارق متري في 2013 سيد أبو القاسم في ظل ما ذكرت سيبقى دور مبعوث الأمم المتحدة والأمم المتحدة في قيادة هذه العملية تنجح هنا في الضغط على الأطراف الليبية والتي بحاجة لأن تتوافق لتجتادة هذه المرحلة في ليبيا ماذا عن الوضع الأمني هل هو مستقر بما فيه الكفاية ليتحمل تغيير في المشهد الليبي من ناحية من يدير هذه العملية أو من يقودها هو الحقيقة الصراع في ليبيا الآن في تقديري أكثر من 50% هو صراع مصالح أجنبية وفعلا الليبيين القيادات خاصة المدعومة من الخارج أو جزء منها هي مش قادرة تتوافق نتيجة الضغوط الخارجية الآن المشكلة الليبية دولت بالكامل وبالتالي هذه الدول التي هي تلقي على أطراف الصراع الليبي المشكلة الليبية هي أن الأطراف الكبرى هي التي تتصارع والإرادة الدولية عندما تحضر تكفي لأن تزور رئيسة مجلس النواب تايوان رغم أنف الصين بعظمتها لكن عندما تغيب الإرادة الدولية تصبح ميليشيا تملك ست بنادق تصبح تسمى القوى على الأرض الإرادة الدولية غير موجودة لحل المشكلة الليبي وما تقوم به البعتة الأممية وما يقوم به السيد باتيلي هو إدارة للمشكلة وليست هناك رغبة إطلاقاً في الولوج يعني للحل بلقاسم قزيت عدو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا شكراً جزيلاً لك